تحول اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير يوسف وهبي أحد أبرز عامة لقت الفن المصرية وخلال مسيرته للفنية الحافلة قدم وهبي الكثير من الأدوار الفنية المميزة بأسلوبه الخاص وموهبته الفريدة عمل بجد للنهوض بفن التمثيل في سبيل الارتفاع بمستوى المجتمع وأعطى الكثير للفن في كل مجالاته من تمثيل وتأليف وإنتاج وإخراج مصرحي وسينمائي وقضى عمره عاشقا للفن حتى آخر لحظات حياته إنه الفنان الراحل يوسف وهبي ولد يوسف عبدالله وهبي في مدينة الفيوم في السابع عشر من يوليو من عام 1898 على شاطئ بحر يوسف وسمي تيمنا باسمه وبدأ هوايته بإلقاء المونولوجات وآداء التمثيل وبهدف صقل موهبته صافر يوسف وهبي إلى إيطاليا بعد الحرب العالمية الأولى حيث درس التمثيل وتتلمذ على يدي الممثل الإيطالي كيانتوني ليعود لمصر ويعمل بمصرح حسن فاي ثم أسس مسرح وشركة رمسيس للإنتاج السينمائي وتولى إدارة فرقة المصرح العربي عندما كان يطلق عليها اسم الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى وألف العديد من المصرحيات وأخرجها ومنها كرسي الاعتراف أولاد الفقراء وفي السينما كتب سيناريوهات أفلامه وأخرجها ومن أبرز أعماله البؤساء حبيب الروح إشاعة حب نال الفنان الراحل يوسف وهبي وسامر استحقاق من الطبقة الأولى عام ألف وسمائة وستين وجائزة الدولة التقديرية في عام ألف وسبعين وانتخب نقيبا للموثلين في عام ألف وثلاثة وخمسين كما حاز على جائزة الدولة التقديرية والدكتوراه الفخرية في عام ألف وثلاثة وسبعين من الرئيس الراحل الأنور السادات وحاز على لقب عميد المصرح العربي لعب يوسف وهبي الكثير من الأدوار الفنية بأسلوب خاص ومميز لم يستطع أي من الممثلين مواكبته فيها فنبرة صوته المميزة وأداؤه المصرحي الواضح خلق له منطقة خاصة به يتذكرها الجمهور بمجرد ذكر اسمه حتى يومنا هذا وفي مثل هذا اليوم السابع عشر من أكتوبر من عام 1982 رحل يوسف وهبي عن عالمنا تاركا خلفه إرثا فنيا لا يعوض